كالنهاية السعيدة للقصص الأسطورية توجد قصة الحب بين وليات العهد في السويد الأميرة فيكتوريا والشاب دانيل وستلينغ بالزواج في الكاتدرائية الملكية في العاصمة السويدية ستوكولم قصة حب بين أميرة وشاب من عامة الشعب لكنها عصرية مختلفة في تفاصيلها فالزواج لم يتم عن طريق الخاطبة الملكية ولم يكن ارتباطا بين أبناء العائلات الملكية منذ الطفولة إذ أن وستلينغ هو مدربها لللياقة البدنية التي تعرفت عليه عام 2002 وها هو الآن ينال لقب الأمير تكاليف حفل الزواج قد تؤرق المقبلين على هذه الخطوة فما الظن بحفل الزواج الملكي؟ الكلفة الأولية لهذا الحفل بلغت حتى الآن مليونين ونصف المليون دولار في وقت تعصف الأزمة المالية بأوروبا وهو ما أثار غضب البعض في السويد وأثار حفظة الجمهوريين المردين للحكم الملكي لكن الأعداد الكبيرة التي اصطفت لمشاهدة عرس الأميرة قد تثبت أن الملكية باقية وربما تكون الأميرة فيكتوريا نفسها سببا في تعزيز حلقة الوصل بين العائلة المالكة وعامة الشعب بعدما اختارت ابن ساعي بريد وموظفة حكومية من قرية صغيرة هناء عوني بي بي سي